لازم دبرهم بأي طريقة بس كيف رح جيب خمسين ألف؟ حبيبي تعرف إنه بكرة بيكون عيد ميلاد إمك؟ يا ريت حبيبي لو نعمل حفلة صغيرة بالبيت شو رايك نعمل حفلة صغيرة ونحتفل بعيد ميلاد إمنا كلنا؟ خلاص عيني إنتوا مشان شو بتكون تعملولي حفلة؟ بتقولوا زاد عمري سنة وخلاص بكفي نحن هيك بصير معنا سنة كاملة من بركاتك ودعواتك يا أمي أمي مينك كلام مظبوط خلاص رح نعمل حفلة خاصة على شرفك أنت شلوم مظبوط ابني؟ شو رح يقولوا الناس عنا؟ أمي ما رح نعزم كل الناس يعني بس رح نكون عيلتنا وعيلة بافيشيا أنا قصدي كنت أقول بس بيت إحمى سارفاتي هن نقرايبيننا كمان ولازم نقوي معرفتنا بالجماعة ونعزمهم كمان صح ولا لا؟ طبعاً إذا هيك معك حق ما؟ ما؟ معناتها رح اتصل واعزمون أنا، ماشي؟ ها، اتصلي ألو؟ مينك عم تحكي؟ مين معي؟ أهلا وسهلا خالي، أنا ساتيا كانت معيك أهلين ساتيا كانت؟ منيح إنو أنت اللي رديت علي بكرة عيد ميلاد الماما، وعاملين حفلة صغيرة تفضلوا لعنا على الحفلة بكرة المساء، منتعشها سوا ومنحتفل كمان قول لأمك وأبوك إنو نحنا عزمناهن رح نستناكم بكرة خالي أنا مارفيني، بس رح أحكي لأبي ولأمي ليش ابني؟ ما بيصير ما تجي إذا ما إجيت بكرة، رح تزعل الماما منك هذا عيد ميلادها يعني لازم تجوا كلاياتكم وبالتحديد أنت يا ابني، لا تزعلني منك ناطرينكم طيب خالي ماشي بعطلي الشراشف والمناشف على الغرفة 301 خلص، رح توليك سيراج لحظة؟ نعم على الغرفة 301، طلبوا شراشف وأغطيت، يلا وديلوني ياهم طيب، ماشي ماشي خدمة الغرف تفضل بلزن منك بلزن منك أنا، رح روح